وفي هذه المناسبة وبرعاية ملكية سامية من لدن عهد البلاد المفدأ قام الاتحاد العام لنقبات عمال البحرين حفله السنوي للاحتفال بيوم العمال العالمية الأول من مايو إذ أناب عن جلالته سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية حيث تم تكريم 242 عاملا وعاملا من مختلف الشركات في البحرين هذا ونقل وزير العمل والتنمية الاجتماعية تحياتي وتقدير المقام السامي لجلالة الملك المفدأ لعمال البحرين المخلصين وممثليهم في النقبات والاتحادات العمالية الذين سطروا صفحات جديدة من التميز في البذل والعطاء كما نقل تحياتي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واعتزازه المستمر في تعقيق التنمية الشاملة في المملكة وأشارح ميدان إلى أن الاحتفال يأتي مع التحول الذي يشهده سوق العمل وإطلاق خطة التعافي التي رسمت ملامح النهوض لتحقيق تنمية شاملة من خلال خمس استراتيجيات تستهدف القطاعات الحيوية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد ما سيكون له الأثر الإيجابي على سوق العمل ودفعه نحو المزيد من النمو والتماسك والاستقرار وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين وأكد حميدان خلال الحفل أنه تم توظيف 7740 بحرينياً في القطاع الخاص في الربع الأول من هذا العام كما شهد الربع الأول من العام تدريب حوالي 3722 باحثاً عن عمل مرتفعاً بنسبة 36% عن ذات الفترة من العام الماضي